اعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي حل تدريبات كتاب جيم 2021 الترم التاني يونت سكس الوحدة السادسة اللي اول وحدة في الترم التاني طبعا الدرس الاخير اللي هو لسن سكس الدرس السادس معنا في صفحة 65 الاول ولي وين نقط زابير فورمانس متى كان الاداء يبقى نقول وين ووز زابير فورمانس متى كان الاداء طبعا هنا بلسأل وعلى طول منوز الماضي من اس ووز علشان نقول متى كان الاداء نقط زابيانو الاود لي افيدي عاوز اقول ان انا بعضف على البيانو ؛ اي بتاخد مصدر القوة distributing علشان اي بتاخد المصدرل لكن ايو شو كنت بتاخد اس ببقى انا أبا عضف على البيانو كل يوم والكلمه çalışSE المضارع الماضي هي مصدر الايتس مصدر مع ايби وي ويالايتس لي والاسم الجامع واس مع هي وشي والايت بالاسم المفرد تاخد مصدر الو اخد مصدر القوة نمر سري ازاى سورنتس الطلبة أد كايرو سكول في مدرسة القاهرة جيف زير سبرينج أقامه طبعا أداء فصل الربيع طبعا كلمة أداء أو عرض مسرحي واضينها في الكلمات طبعا نايت الليلة الماضية بعد كده بيقولي what not of party did you have عازي نقول ما نوع الحفلة اللي انتوا أقامتوها هو what kind ما نوع الحفلة اللي انتوا أقامتوها number five please not your papers from one to five عاوزين نقوله رقم number your papers from one to five من واحد لخمسة number هنا فعل امر اول فعل امر في الانجلش بيجي في المصدر اي بدون اضافات يعني ما يفعش بقى فيه اس ولا اي دي ولا اي انشي ولا اي حاجة بيجي بفعل في المصدر بس مباشرة يبقى number هنا رقم في المصدر اي فعل بدون اي اضافات صفحة اللي بعدها هي صفحة ستة وستين بيقول لي the school number saying out of songs طبعا طبعا عاوزين نقول school chorus اللي هو الكورار بتاع المدرسة اللي هو بمعنى صحة الفرق اللي بتغني في المدرسة الاغاني الكوراس saying out of songs فرقة اللي هو طبعا اللي هو هما بيغنوا فرقة المغنيين saying out of songs غنت العديد من الاغاني number two برفورمت زاب ليه عاوزين نقول لي اسأل سؤال نقول هو برفورمت زاب ليه من اللي قدى المصرحية ما ينفعش وير ولا فيه احنا عاوزين نقول من الذي ادى المصرحية number three we not a lot of songs العديد من الاغاني اه ازا كونسيرتي في الحفلة يستر دي يبقى we sang احنا غنينا اغاني كتيرة في الحفلة اه امس اه المفروض هنا يستر دي بتدل على الماضي ندور على فعل ماضي الماضي من singing يغنب معنا sang يعني غنوا خلاص علشان يستر دي دل على الماضي number four the orchestra الفرقة الموسيقيين عادي نقول موزيك باي طبعا اه واحد اسمه باخو بتهوفن اسم دول موسيقيين اتنين يعني بيعملوا موسيقار موسيقار يعني حاجة اه مشهورين جدا في مصر يعني مشهورين جدا موسيقيين يبقى عزفة الموسيقى بتاعتهم علشان يبقى فاهمين what not of party did you have what kind of party did you ها ما نوع الحافلة اللي انتو اقمتوها what kind فيه تعبير اسم what kind ما نوع نبر اه راشا نقط زا تشلوا happy everyday عازون يعني راشا عزفت على اه اللي طبعا اه اللي هو اللي تشلوا every day طبعا هي المفروض هنا طالما every day كل يوم يبقى blaze وليس هتكون هنا الاجابة blaze بمعنى لان هنا كلمة every بمعنى كل دل على المضارع البسيط والمضارع البسيط بنحط الفعل زي ما قلنا اما يا مصدر يا اما اس مع اس وشو ات المصدر مع اي وي وزور اسم الجامعة واس او اس مع هي وشو ات وهنا طبعا نراشا دي تحتبر اسمه مفرد اللي هو الضمير شي يبقى على طول بياخد اس الفعل يبقى شي بلايز لتشلوا يعني بتعذف على اللي تشلوا every day كل يوم طبعا لو فيه يسر دي لو دي كلمة يسر دي ماضي يبقى على طول كنا خدنا بلايز لكن هنا بلايز لقى بلايز تنفع مع فقط مع مين مع يسر دي كنا قلنا بلايز عادي لكن علشان every day يعنى كل يوم ده مضارع بسيط يبقى مع المضارع هي وشو ات والاسم المفرد بنحط للفعل اس يبقى شي بلايز تشلوا هابلي يعني هي بتعذف على قالت اللي تشلوا بسعادة كل يوم number seven it was the night of the evening هنقول it was the heat of the evening كانت خبطة المساء او الاكسر نجاحا في المساء في تعبير عندنا اسمه the heat of الاكسر نجاحا number eight يوسف همدي يوسف همدي اسمه شخص وهو زا سوليس هنقول on the violin على الكمان في تعبير اسمه on the violin على الكمان يعنى هو كان العازف على الكمان بتاخد حرف جر on بعد كده هندخل في القطعة lines بقول لصوباء الماضي might school had a concert اقامت حفله the teacher the teacher Robbie the digital teacher the teacher bee المدرسي سعد والطلبة جيت ready Jeth ready four it no may استعدواcan 2 a hamd and a talent's ability ان يزدش konuşتو روم نظبوا حجرة الموسيقى تامر طبعا بلايد زا ريكوردر تامر عزف على الريكوردر على قالت طبعا البيان الكهربائي بدلي بطريقة سيئة ليه عزف على الريكوردر بتاعيه سيئة بكوز هيووز فيري سيد لانه اصلا كان حزين اميرا بلايد زا تشيلو عزف بتاعيه تشيلو كويس بطريقة هادية اوار تيتشلز للموسين سانج والغنو كويس اند بلايد ميوزيك طبعا يعني عزفوا موسيقى بواسطة بخ اند بيتهوفن اسم الموسيقار احنا كنا سعداء جدا افطر زا كنت سيرت بعد الحفلة زا سيونس الطلبة انزرتشا زون المدرسين هاد ابيتزا بارتي اقاموا يعني حفلة بيتزا اي وانتو هومليت اطنايت وانا رواحت متأخر ايه البيت؟ السؤال الاول بيقول لي نقط كيليند زا ميوزيك روم من اللي نضب حجرة الموسيقى طبعا احمد اند ادل دول احمد وعادل هما نضب حجرة الموسيقى افطر زا كنت سيرت بعد الحفلة زا سيونس الطلبة انزرتشا زا هاد نقط بارتي يبقى عاد بيتزا بارتي حفلة بيتزا بارتي افطر سري كلما قلت في الكتاعة وين ديد زا سكول هاف اكون سيرت متأ قامت الحفلة مدرسة هنقول لست ويك هتلاها في اول قطع خالص لست ويك يعني الاسبوع الماضي سوف نقط بطريقة هادئة صفحة الاخيرة طبعا الايميل اكتب ايميل your friend فريدة لصديك فريدة to tell about your school performance عن اداء المدرسة بتاعك your name is raghda اسمك raghda your email add us عنوانك is raghda at sion.com your friend is email صديك ايميل صديك is faryda at sion.com يبقى to واللي احنا بعتله الايميل احنا بعتله الفريدة تبكتبه faryda at sion.com اللي انتو الشخص اللي انتو بعتله فرم من مين من رغدة طبعا وتكتبه كامل raghda at sion.com من رغدة الموضوع عني عن ال school performance الارضي العرض المدرسي ايه بعد كده اقول له dear faryda عزيزتي فريدة نكتب جمل افتتاحية i am very happy to read this email to you انا سعيد وانا اكتب لايكي وعد كده بنكتب بقى الجمل سبع جمل عن العرض اللي احنا اعملناه ممكن تقول له we give a school performance احنا اقامنا عرض مدرسي دي موجودة في القطع نفسها we give a school performance اه بعد كده هتقول له مثلا i belayed the recorder ولا انا عزفت على recorder بطريقة كويسة علي بليتزا درم مثلا بادلي بطريقة سيئة بليتزا تشيلو وكويكلي بسرعة ونكتب سبع جمل عن كل الحاجات طبعا هنا مش هنقضي هتكتبوا الجمل دي موجودة عندكم وبعد كده في الاخر تكتبوا لاللقاء منذ رغدة الاسم هنا بقى الترتيب بيقول لي هنقول له زى السيونس الطلبة give اقاموا there طبعا الخاص بهم يعني performance الاداء بتاحهم خمسة last night الليلة الماضية دي ودي الترتيب موجود قدامكم يعني الطلبة اقامت الاداء بتاحها الليلة الماضية number two هنقول what kind ما نوع خلاص كده what kind of party what kind of party اهو ادرى رقم واحد هنقول what kind of party طبعا did the school have هنقول what kind زى ما احنا شايفين اهو what kind of 3 party 4 5 6 طبعا school سبعة وهاف هكون تمانية يبقى what kind of party did the school have يعني نوع الحفلة الليلة قامتها المدرسة what kind of party did the school بعد كده البنك تويتشن بقى الامة بتاع محمد نعملها علشان هي اسم شخصه في نفس الوقت بدي بها الجملة ونحط فلوسطوب في الاخر نقطة اه نمبر 2 يعني نكون كده والامة دي كابيتال نمبر 2 وين وين ماذا كان الامة كان الاداة من الو طبعا لازم نبقى حرف كابيتال علشان بداية الجملة وبعد كده نحط كوشن ماركا علامة استفاهم علشان دي سؤال اشتركوا في القناة